إذن مشاهدين ما زلنا مستمرين معكم من هذه المدينة الجميلة مدينة كلباء درة الشرق وإلى جوانبها الجميلة وجوانبها أيضا التي نلتمس فيها المشاريع السياحية الترفيهية وخصوصا شاطئ مدينة كلباء بهذا الامتداد على الساحل مكان جدا جميل لممارسة الرياضة لقطاع أوقات ممتعة وهو متنفس لأهالي والي الزوار إذن مشاهدين إن الفن التشكيلي بعدا إنسانيا لا يجيده إلا الشغفين به وفي أمسيتنا اليوم نصديف شابة إماراتية تعلقت بالرسم والألوان منذ صغرها ونتج عن هذا التعلق علاقة فنية وثيقة ظهرت على شكل أعمال فنية مميزة نرحب بالرسامة الإماراتية شهد يوسف آل علي أهلا شهد أهلا مساء الخير مساء النور اليوم سعيدين باستضابة الشهد وخصوصا نتحدث عن الرسم الرسم فن جميل ومن يتقن الرسم يعتبر فنان بمخيلته أيضا لأن ما ينعكس بمخيلته ينعكس على اللوحة أكيد فمدى بدأ معك شغف الرسم؟ بدأ معي شغف الرسم من عمر صغير فكن دايما أميل للفن وأحب الفن بكل أنواعه سواء الرسم أو الحرف اليدوية أو حتى التصوير فكنت أحب أجرب أنواع الفن يعني رسم بألوان الأكريليك والألوان الزيتية والألوان المائية لين اكتشفت مجال الرسم الأنسب لي واللي بقدر أبدع فيه وهو مجال الرسم الرقمي الرقمي الآن أنت ترسمين بالمجال الرقمي أو من خلال التطبيقات الرقمية والجميل أن الشهد يعني هي تقول بدأت منذ صغري هي صغيرة في العمر يعني الآن أنت في بداية الدراسة الأكاديمية فيها الجامعة وتترسين الهندسة أتوقع في علاقة تربط بين الهندسة والفن أو الرسم؟ أكيد في علاقة لأنه عندنا مواد خاصة في تخصص الهندسة تخص الرسم والتصميم فأكيد لها علاقة بمجالي وهو مجال الفن والرسم هل الرسم كان سبب في دخولك في هذا التخصص؟ بصراحة ما كان الرسم سبب في دخولي بهذا التخصص لأنه ما لها علاقة كبيرة بالرسم تخصص الهندسة ولكن حبيت أني أمارسها كهواية وأتعلمها تعليم ذاتي وأنا من هذه الموهبة التي عندي جميل إذن من الرسم بالفرشاء إلى الرسم التقني أيهما أسهل شهد؟ الأسهل بالطبع الرسم الرقمي بالنسبة لي لأن خاصة يعني مثل ما كنا نعرف الرسم التقليدي إذا مثلا غلط الشخص بشيء صعب يعدل بالرسم التقليدي أكيد فبالرسم الرقمي حسيت أن الموضوع أسهل ومجال واسع والشخص يعني يقدر يبدع فيه صحيح يمكن في المجال التقني بضغطة زر نتراجع عن الرسم أو إن كان في خطأ في الرسم صحيح هذا الميزة الجميلة في المجال التقني طيب بالنسبة للبرامج التي تستخدمينها شهد في الرسم التقني هل هي تعطي سهولة؟ أتوقع هناك فيه يمكن بعض الرسمات تكون جاهزة تستطيعين إضافتها من خلال الخيارات الموجودة فهل هذا أيضا يساعد في مجال الرسم؟ أكيد يساعده بشكل كبير ومو بس يكون الموضوع أسهل بس الواحد يعني يقدر يبدع أكثر لما يعني يكون بسهولة يقدر يضيف أشياء ويعدل أشياء نعم يعني الآن يستعرض لنا المخرج هذه الصور الجميلة أتوقع وظفت صور الكرتون بهوية إماراتية نعم هذه صور أميرات دزني حبيت أن يسويها بطابع جديد وهو طابع الإماراتي والتراثي هذه ترسمينها بنفس الشهد صحيح؟ نعم هذه أيضا جميلة حق الليلة نعم هذه منتصف من شعبان يعني من خلال هذه الصورة نلتمس أيضا هذه الصورة جدا جميلة هذه المرأة الإماراتية وزينة المرأة الإماراتية أتوقع نعم أحاول دائما أني أنوع بين أنواع الرسم يعني مثلا هذه الرسمة لباقة ورد كانت جدا ممتعة وستمتعتين ونسويها يعني الرسمة السابقة للمرأة وزينة المرأة شهد أتوقع هل تستوحينها من رسمة أساسية في الطبيعة أو من شكل المرأة لأن فيها تفاصيل جدا جميلة قد تغيب حنا عن الفنان نعم ولكن لما تكون هناك رسمة أو نموذج واضح في الطبيعة ترسمينها بطريقة تقنية أوضح؟ أستلهم رسوماتي أكثر شيء من المصورين لأني أيضا أحب التصوير فإذا مثلا عجبتني صورة أرسمها أحاول أرسمها مثل هذه الرسمة والتي تجسد تراثنا الإماراتي جميل إذن هل التصوير علاقة بالفن أو بالرسم؟ أكيد للتصوير علاقة كبيرة بالفن وهو نوع من أنواع الفن صحيح هذه الصور وهذه الرسومات شهد دائما ما تستعرضيها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الموقع الخاص بكي وتتابعين ردود أفعال المتابعين في هذه المنصة وإن كان هناك رأي إن كان هناك مثلا ملاحظة معينة فكيف تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي هي انتشار الفنان أو الرسام؟ وأيضا يأخذ الملاحظات؟ تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية وأنا استخدمتها كوسيلة لأني أعرض فني وموهبتي من خلال هذه الوسيلة فلقيت الحمد لله يعني تشجيع كبير من المتابعين وعيبتهم يعني رسماتي فها كان دافع لي أني أتشجع وأبدع أكثر في هالمجات والجميل أن في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن هذا أيضا فتح باب آخر لك يشاهد في أن يكون لك مشروع خاص أكيد كان في فترة يعني من بديت أعرض شغلي في الإنستغرام بعدها بفترة شفت أن الناس تيني طالبات أن رسم خاصة ناس يبوني أرسم لهم رسمات خاصة فيهم فقلت ليش ما أبدأ في هالمجال وأستغل موهبتي أني أسوي لي مشروع خاص فيني وهالمشروع بسيط أني بس أستقبل رسومات الناس الخاصة وأرسمها صحيح أحيانا المشروع الخاص بالإنسان قد يبدأ من شيء بسيط ولكن مع الأيام يكبر ويمكن أن يتدخل في مجالات أخرى ويتوسع هذا المجال وخصوصا أن أنت أيضا وقتك يعني ضيق أشهد بين الدراسة وبين الرسم صحيح فكيف توفقين بين الدراسة خصوصا تدرسين الهندسة الهندسة أيضا تحتاج وقت كثير منك يشهد طبعا كلنا نعرف أنه صعب الواحد يوازن بين شيئين ويوفق بين شيئين ولكن الحمد لله استطاعت بتنظيم الوقت أني أوفق بين دراستي والفن وبالعكس لاحظت أن ممارستي للفن في وقت فراغي كان مثل متنفس لي ودافع أني أبدع وأنجز أكثر في مجال الدراسة بعد جميل هل تؤمنين شهد بأن الشخص أو الإنسان بمختلف مراحل عمره لا بد أن يكون له هواية معينة أو شغف معين أو حتى مشروع خاص به؟ أكيد لأن الإنسان يعني أكيد كلنا عندنا أوقات فراغ فالمفروض نستغلها بشيء مفيد بشيء فعلا نستغل في مهاراتنا أكيد نسوي شيء نحبه يعني في الوقت جميل إذن من الرسومات اللي لاحظناها قبل قليل عرضها لنا المخرج وأيضا التي تعرضينها في حساباتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي التماث أكثر شيء رسم الشخصيات أو الوجوه هل أيضا في طلبات على رسم الوجوه خصوصا أن أتوقع الكثير يميل إلى هالجانب؟ أكيد معظم الطلبات تكون على رسم الوجوه ويعني خاصة إذا شخص عنده صورة عزيزة على قلبه يبوها تتحول لرسمة تتحول لقطعة فنية جميل هل تواجهين فيها صعوبة؟ أو أكثر الصعوبات اللي تواجهينها شهد خصوصا الرسم يعني يحتاج إلى وقت إلى مهارة معينة أكثر الصعوبات اللي مرت عليك؟ من الصعوبات اللي أواجهها يعني التعامل مع الناس ممكن حد يعني يكون عنده تعامل جيد جيد هاي ولكن الحمد لله أقدر تتخطىها الصعوبات جميل هل كانت في رسمة يمكن صعبة عليه تشهد ولكن دايما من التحدي والأسرار داخل الإنسان يصل إلى إنجاز المهمة وبنجاح أيضا؟ من الصعوبات اللي أواجهها أن أحيانا مثلا الصورة ما تكون واضحة أحيانا أواجه صعوبات مع الجهاز يعني الآيباد مثلا يعلق أو يصير شيء كنا نعاف أنها المشاكل التقنية تحصل صحيح التقنية أو الأمور التقنية على قد ما هي تساعدنا في حياتنا وجانب إيجابي لها سلبياتها أيضا يمكن في نفس الوقت إذا بنرجع لسنوات سابقة يعني كما ذكرت منذ بداياتك شهد ومنذ ممكن اكتشاف الشغف في الرسم أتوقع العائلة لها دور كبير ودائما أنا أرى المبدعين حقيقة إن كان فنان إن كان مصور إن كان مبدع في أي جانب تكون البداية من الأسرة والانطلاق من الأسرة أكيد فكيف كان الدعم من الأسرة بداية؟ أكيد الدعم الأكبر لي هم أكيد أهلي وأمي وأبوي كانوا دائما يشجعوني ويساعدوني وإني أطور من مهاراتي يوفرون لي الأشياء اللي يحتاجها الأدوات واللوح وهذا بحد ذاته تشجيع يدعم لي جميل إذن أيضا من خلال هذا المشروع الخاص بك شهد هناك أيضا بعض الصور ممكن تكون كمرصقات على الأكواب أو يمكن على بعض الأدوات أيضا لو تحدثين عن هذا الجانب وهو جزء من الرسومات التي ترسمينها ولكن يتم طباعتها على عدوات قد نستخدمها في حياتنا أكيد عندي الرسومات اللي خاصة بأميرات دزني اللي حولتها لطابع أماراتي قلت ليش ما أحولها لمنتج يكون منتج خاص فيني ومميز فطبعت هالرسومات على الأكواب وبس هالمنتجات اللي حاليا عندي ولكنني أطمح في المستقبل أني أطبع أكثر وأقدم منتجات أكثر جميلة هذه المنتجات خصوصا يعني هذه الأكواب اللي عليها مثلا بعض الرسومات أو بعض العبارات في وقت العمل مثلا يكون الكوب بجانبوك يعطيكي طاقة إيجابية جميلة صحيح دعيني نتحدث عن هذا المجال كون أيضا في الآبن الأخير انتشر كثيرا بين الرسامين هل هو إضافة تعتبرين التكنولوجيا اليوم تعتبر إضافة للرسامين في خلق لوحات جديدة مميزة في مجال الرسم تعتبر إضافة للرسامين وخاصة مثل ما قلت قبل للرسم الرقمي مجالات عديدة ويعني الإنسان يقدر يبدع في هذا المجال يقدر يطبع رسماته على منتجات عديدة فمو بسهل أن الواحد يرسم على أي شيء لكن الموضوع أسهل مع الرسم التقني أن يطبع على المنتجات وهل ستكون بإذن الله في الأيام القادمة هل سيكون هناك ممكن تعاون بين شهد مع جهة ممكن معينة في إنتاج فيلم كرتوني في إنتاج شخصيات كرتونية من رسم الفنانو المبدعة شهد إن شاء الله ليش لا بالعكس يسعدني هاشي بإذن الله إذن أيضا شاركتي في مسابقات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كمسابقات بسيطة أتوقع حتى هذه المسابقات تعتبر حافز للرسام نفسه في أن يكون أيضا متسابق مع رسامين آخرين أكيد يكون في منافسة بين الرسامين كيف كانت هذه المسابقات وكيف كانت مشاركتك وكيف نعكست عليك أيضا من المسابقات البسيطة التي شاركت فيها وحالفني الحظ كانت مسابقة لأجمل رسم أو تصميم على تي شيرت فافزت بالمركز الأول والحمد لله كان هذا تشجيع لي أني أشارك في مسابقات أكبر وعلى مستوى أعلى ما شاء الله لك مبدعة أشهد وبجانب دراستك لديك موهبة ولديك مشروع خاص فهذا حقيقة تحدي فتنظيم الوقت شيء أساسي أتوقع في حياتك أشهد هل تنظيم الوقت يعتبر بالنسبة لشي صعوبة؟ نتوقع الشخص الناجح بهذه المهارات أكيد هناك تنظيم يعني مسبق للوقت وتنظيم جيد تنظيم الوقت أكيد هي ممارسة والشخص لازم يتعود عليها يعني ليس بسهولة الشخص يقدر ينظم وقته فلازم يحاول وأكيد يواجه صعوبات لكن يحاول أن يتخطاها نعم دائما النية وقوة النية والشغف هو سر النجاح أتوقع طموح شهد مستقبلا بإذن الله طموحي أني أطور من مواهبي ومو بس أطور من مواهبي بعد أفيد غيري في هالمجال من خلال الورش وغيرها بإذن الله إن شاء الله لأن بالفعل دائما الموهوب يطمح إلى يعني إعطاء هذه الموهبة وإعطاء الآخرين والاستفادة وجعل الآخرين يستفيدون من هذه الموهبة طبعا الرسامة الإماراتية شهد يوسف آل علي شكرا لك شهد على وجودك معنا اليوم في حديث المسا وبالتوفيق بإذن الله من خلال هذه الرسوم الجميلة وبإذن الله نرى أعمالك تكون إن شاء الله سواء في أفلام عالمية في مسلسلات كرتونية تكون عليها توقيع المبدع شهد إن شاء الله شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة شكرا لك إذن مشاهدين ما زلنا مستمرين معكم ويعد النحط أحد الفنون الجميلة والفنون التشكيلية ويرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد ويمارس على الصخور والمعادن والخزف والخشب ومواد أخرى وفي تقريرنا التالي سنتعرف على أكثر أنواع النحط الجميلة على الخشب ولنعوده الخشب من الموارد التي استطاع الإنسان تسخيرها حسب حاجته ورغباته إذ تحولت أنامله المبدعة وروحه الحالمة هذه القطع الجامدة إلى أخرى تنبط جمالا وتشع حياة وتتألق سحرا وذلك من خلال الحفر والنقش عليها يتطلب الحفر على الخشب حرفية عالية ومخيلة واسعة للنحط ما هو مميز ما يجعل المنحوتات كأنها لوحات مرسومة بأنامل فنان متقن بالإضافة لأنه من الفنون التشكيلية المميزة تصنع من خلالها الأشكال والمجسمات المصنوعة من الخشب وهو فن يحتاج إلى تركيز وقدرات كبيرة وخفة يد وإلى قوة الدقة في البصر مع توازن عمل بين العقل والعين واليد من جهة أخرى الفن التشكيلي هو نوع من أنواع الفنون المتعددة وأنه عمل فني من الطبيعة يصاق بطريقة جديدة على حسب نهج وأسدوب من يقوم بهذا العمل وهذا ما يطلق عليه بالتشكيل والقائم به هو فنان تشكيلي إذن مشاهدين ما زلنا في نفس السياق ويعد متحف الحرف التقليدية التابع لمعهد الشارقة لأتراث فرع مدينة خرفكان من الوجهات المفضلة للزوار من داخل وخارج المدينة فيتيح فرصة مثلة لأتعرف على الموروث الشعبي الحافل للعديد من المهن والحرف والاستمتاع بعبق الماضي الأصيل نتابع هذا التقرير ولنا عودة يتميز السوق القديم بمدينة خرفكان بالعديد من المقومات التراثية والتاريخية الهائلة التي تمكن الزائر من التعرف على الكثير من مكونات الموروث الشعبي عن كثب ما أهله أن يكون مقصداً سياحياً بارزاً لزوار وركيزة للتنمية الاقتصادية في المدينة يعد متحف الحرف التقليدية التابع لمعهد الشارقة للتراث والذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في اكتوبر عام 2020 من أهم الوجهات في السوق القديم يضم متحف الحرف التقليدية مرافق تبرز طبيعة الكثير من المهن والحرف التقليدية المتوارثة عن الآباء والأجداد وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية والواقع الاقتصادي يوفر المتحف للزائر المعلومات الوافية عن الحرف القديمة وتأثيرها على المجتمع والمواد المستخدمة في بعض الصناعات ويتيح المتحف الفرصة للتعرف على الموروث الشعبي الحافل بالعديد من المهن والحرف والاستمتاع بعبق الماضي الأصيل إذن مشاهدين متحف الحرف التقليدية في مدينة خرفكان مكان جدا جميل ويستعرض من خلال هذا المتحف مختلف المهن والحرف بصورة جدا جميلة صورة حية قد يراها زوار المتحف ويعيشون هذه الدقائق من تاريخ هذه الحرف والمهن ترجمة نانسي قنقر